ومع حلول عيد الأطحى المبارك دعت وزارة الأشغال وشؤون البلاديات وتخطيط العمراني دعت المضحينة في المملكة إلى التعامل مع المسالخ المرخصة وذلك لتوافر الاشتراطات الصحية في جميع مراحل العمل مع حلول عيد الأطحى المبارك وما يشهده من توافد كبير من قبل المضحين على المسالخ المعتمدة في البحرين التي يقع أحدهما في منطقة حضائر الهملة والآخر في منطقة سترة لشراء أضاحيهم والحصول على لحومها بشكل آمن وصحي من خلال عملية الذبح تمضي وكالة الثروة الحيوانية في وزارة الأشغال وشؤون البلاديات والتخطيط العمراني نحو إتمام جميع الاستعدادات المتعلقة بموسم العيد لتشدد في الوقت عينه على ضرورة الابتعاد عن التعامل مع أماكن الذبح العشوائية لما تشكله من خطورة كبيرة على الصحة العامة نحن اليوم لو جيني بناخذ الطريقة السليمة لعملية الذبح في المسالخ المرخصة اللي نحن نعول على المواطنين والمقيمين أنهم يتبعون هذه الإجراء وأنهم يجون إلى المسالخ المرخصة في عملية دبح أضاحيهم إن شاء الله طبعا أول ما توصل الأضحية الدكتور البيطري الموجود في المكان يفحص هذه الأضحية ظاهريا من قبل الذبح ثم بعد ذلك تنتقل الأضحية إلى عملية الذبح الأخوان في المسالخ المرخص سيقومون الذبح بعد ذلك تنتقل الذبيحة إلى عملية السلخ والتجويف ومن ثم الطبيب البيطري مرة أخرى يجي لفحصها للتأكد من سلامتها وسلامة أعضاءها ثمانية وخمسون ألف رأس من المواشي تم استيرادها في موسم عيد الأطحال هذا العام رقم كفيل بأن يغطي الاحتياجات المحلية خلال فترة أيام العيد في حدود الثمانية وخمسين ألف طبعا الثمانية وخمسين ألف ما راح كلها بتكون أضاحي بس بتكون هناك كمية كافية وكافية جدا إلى جميع اللي يحبون إمارتون هذه الشعيرة المباركة خطة عمل ممنهجة تتبنها وكالة الثروة الحيوانية في الوزارة لتقديم ألقى الخدمات التي تحقق تطلعات المستهلكين وبالشكل الذي يوفر على المضحين عناء الانتظار في الحصول على أضحيتهم إذ ستعمد الوكالة على تجهيز الأضاحي فور انتهاء صلاة العيد وفي جميع المسالخ في الوقت نفسه ورفع الطاقة الاستيعابية لها لتصل إلى الحد الأقصى مراعية جميع التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي تحول دون حدوث إصابات في فيروس كورونا فالهدف الأسمى هو الإبقاء على مجتمع صحي خال من أي انتشار للوباء في حدود فرحة العيد وما يليها من أيام فأنا من منطلق الحرص على سلامة المواطنين أولا والمقيمين وكذلك نحن في زمن الجائحة كورونا نحب أن يكون دائما نلتزم بما يتفضلوا فيه الفريق البحرين والفريق الطبي من نصايح وعدم التجمهر والأخذ بجميع هذه الاشتراطات وتم الإبقاء على ذات التسعيرة المعتمدة للرسوم الذبح وتجهيز الذبائح ومن دون أي زيادات لتتوجه الوكالة رحوى التنصيق مع مستثمرين مسالخ لزيادة عدد القصابين في كل مسلخ لإتمام ذبح المواشي بكل يسر وسهولة وفي زمن قياسي تلافيا لحدوث التجمهرات غير المحمودة لتلفزيون البحرين محمد رشادات